بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة الكرام أرحب بكم في دار رئاسة الوزراء وأشكركم على تلبية الدعوة لحضور هذا اللقاء التفاعلي الذي يأتي التزاما بما وعدنا به بأن تستمر هذه اللقاءات التفاعلية بشكل دوري للوقوف على تطور العمل بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في إطار البرنامج التنفيذي الأول للرؤية والذي ابتدأ منذ نحو عام وينتهي مع نهاية عام 2025 هذا لقاؤنا الثالث التقينا عند إطلاق الرؤية والتقينا هذا اللقاء الثالث بعد إطلاق الرؤية اللقاء الأول كان هنا قبل نحو عام ثم التقينا في البحر الميت وفي اللقاءين شرفنا جلالة الملك بحضوره الكريم والبهي واليوم هذا اللقاء هو اللقاء الثالث ونحن ملتزمون بأن تستمر هذه اللقاءات والغاية منها هي غاية وضع من ساهموا في صياغة مستهدفات هذه الرؤية في صورة التطورات المرتبطة بتنفيذ هذه الرؤية وفي صورة أيضا أي معيقات أو أي تأخير في تنفيذ مستهدفات هذه الرؤية الحكومة تؤكد التزامها المستمر بالعمل على ترجمة رؤى التحديث الشاملة السياسية والاقتصادية والإدارية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني يحفظه الله مع دخول المملكة الأردنية الهاشمية لمئويتها الثانية إلا أن تركيزنا وحوارنا اليوم سيتعلق فقط بالشق الاقتصادي والسياقات السياسية الانطبائية العامة التي دائما لها انعكاس مباشر فيما يتعلق بالانطباع على الأداء الاقتصادي العام في أي دولة في السنة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي عملت الحكومة وبالتشارك مع مجلسي الأعيان والنواب ومع القطاعات المعنية على وضع جميع الممكنات الإدارية والتشريعية والاقتصادية والقطاعية التي استهدفت توفير الإطار المناسب لضمان تنفيذ وإنجاز وتحفيز النشاط الاقتصادي لتشكل حجر الأساس والبنيان المتين الذي ترتكز إليه تحقيق مستهدفات الرؤية على امتداد عمرها الزمني الذي ينتهي بإذن الله في عام 2033 في سياق الممكنات الإدارية قامت الحكومة بوضع الأسس للسنوات العشر القادمة من خلال تطوير آليات المتابعة للأداء والإنجاز وتم إنشاء وحدة بمتابعة الإنجاز في رئاسة الوزراء وفي عشرين وزارة قطائية وجرى تأسيس نظام إلكتروني تذكرون بأنه أطلق خلال لقاءنا في البحر الميت وهو متاح للجميع بهدف الإطلاع على تقدم سير العمل والإنجاز على صعيد الممكنات التشريعية أيضا الحكومة بالتشارك والتشاور والتفاعل مع مجلسي الأعيان والنواب أقرت عدد من القوانين والتشريعات المهمة خلال العام الماضي والتي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي تذكرون رؤية التحديث الاقتصادي المستهدف المركزي فيها هو مضاعفة نسب النمو إلى 5.5% بنهاية السنوات العشرة للرؤية وخلق نوافة التوظيفية الأردنيين بنهاية السنوات العشرة تصل إلى رقم مليون أردنية وأردنية والفرضية الرئيسية بأن يستمر تمويل تحقيق هذه المستهدفات وفق المخصصات المرصودة في الموازنة العامة للدولة الأردنية بحجمها المعروف وبالتالي فإن مصادر التمويل الرئيسية الأخرى لتحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية مرتكزة إلى تمكين القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي إزالة العثارات القائمة أمام الاستثمارات الوطنية والمحلية والأجنبية الموجودة واستجلاب وجذب مزيد من الاستثمارات القادرة على خلق آفاق وفرص عمل قمنا بتبني قانون جديد للبيئة الاستثمارية يتضمن الكثير من الممكنات والحوافز الضرورية وقمنا بتقديم وإقرار قانون جديد لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حاول قدر الإمكان تلاشي المسارات الطويلة التي كانت مضمنة في القانون السابق وأيضا جرى إقرار قانون معدل لقانون الشركات وقانون المنافسة وقانون العمل وقانون ضمان الاجتماعي وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية العقارية والكثير من الأنظمة المرتبطة بهذه القوانين على صعيد الممكنات الاقتصادية تعلمون بأن الحكومة تبنت عددا من الإصلاحات والبرامج التي استهدفت إلى تحقيق التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا وإلى تعزيز تنافسية وجاذبية الاقتصاد الأردني والمساهمة في خفض كلف الانتاج على القطاعات الاقتصادية في هذا الصدد قامت الحكومة بعادة هيكلة التعرفة الجمهورية مستهدفة خفض مدخلات الانتاج كافة بما فيها ذات الاستخدام المزدوج لتصل إلى تعرفة جمهورية صفرية وأعدنا هيكلة التعرفة الكهربائية لنخفف كلف الطاقة على مختلف القطاعات الاقتصادية بدعم يبلغ حوالي 50 مليون دينار تبنت أيضا الحكومة عدد من البرامج لتوفير الدعم المباشر للقطاعات الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي من أهمها صندوق دعم الصناعة برنامج التشغيل الوطني والتوسع في البرامج التمويلية وذلك بهدف المساهمة في تعزيز التنافسية وزيادة القدرات التصديرية واستحداث فرص عمل جديدة قمنا أيضا بتبني بعض الممكنات القطاعية التي ترمي إلى تحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي بكليته في مختلف القطاعات الاقتصادية تبنينا في هذا الصدد استراتيجي وطني للتعديل في الجلسات اللاحقة أتطلع إلى أن يقوم معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية حقيقة باستعراض الكثير من الأفاق الواعدة في مجالات التعدين في الكثير من مواقع المملكة الأردنية الهاشمية سواء فيما يتعلق باستكشافات متعلقة بالغاز أو البترول أو المعادن النادرة أو خامات النحاس أو غيرها وأيضا تبنينا استراتيجي للتجارة الإلكترونية واستراتيجية وطنية للتصدير واستراتيجية وطنية للتحول الرقمي واستراتيجية لقطاع النقل وأخرى لقطاع المياه وغيرها من الاستراتيجيات التي تساهم في توليد الفرص الاستثمارية وتوجيه الموارد واستثمارها بالشكل الأمثل كل ما ذكرته من ممكنات كان له بالقطاع انعكاس مباشر على الاستمرار في مسار التعافي الاقتصادي من جهة وعلى تحسين مؤشراتنا الاقتصادية والمالية والنقدية من جهة أخرى وإن أذنتم لي أن أتحدث عن مؤشرات الأذاء الاقتصادي تمكننا من أن نحقق نسب نمو حقيقية بلغت 2.7% للربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع 2.4% لعام 2022 و1.8% لعام 2019 تمكننا من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 673 مليون دينار أردني إلى نهاية شهر أيلول من عام 2023 في حين كانت قد بلغت مجموعة الاستثمارات الأجنبية الكلية الواردة للمملكة الأردنية الهشمية في عام 2022 889 مليون دينار أردني وفي عام 2019 518 مليون دينار أردني بلغت القيمة الكلية للصادرات الأردنية خلال عام 2023 8.9 مليون دينار وسجلت انخفاض في هذا الصدد بنسبة 1.5% عن عام 2022 الذي بلغت فيه نسبة الصادرات وقيمتها 9.1 مليون دينار في حين بلغت 5.2 مليون دينار عام 2019 الانخفاض الطفيف الذي شهدناه في هذه الصادرات يعود إلى انخفاض قيمة صادراتنا بشكل أساسي من خام البوتاس بنسبة تجاوز 38% والفوسفات بنسبة 21% بسبب انخفاض أسعارها في السوق العالمي تمكننا من تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 10% ليصل إلى 9.3 مليون دينار لعام 2023 مقارنة مع 10.4 مليون دينار عام 2022 و7.7 مليون دينار عام 2019 بالنسبة للأداء المالي فنحن مجتمرون بالمحافظة على الاستقرار المالي تراجع الأجز الأولي كنسبة من ناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ليصل إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 2.7% لعام 2022 ونمت الإرادات المحلية بواقع 600 مليون دينار لتصبح 8.7 مليار دينار في عام 2023 مقارنة بـ 8.1 مليار في عام 2022 و6.9 مليار دينار في عام 2019 وأكملنا سبع مراجعات ناجحة شكلت الخاتمة لبرنامج التمويل الممتد السابق ما بين المملكة الأردنية الهاشمية وصندوق النقد الدولي وفتحت لنا المجال لننتقل إلى توقيع برنامج جديد أقره مجلس صندوق النقد الدولي في شهر واحد الماضي يمتد للأعوام 2024 إلى 2028 ونجحنا في تثبيت التصنيف الاقتماني للأردن بالرغم من خفاض هذا التصنيف في العديد من دول المنطقة مما يؤكد حقيقة على منعة الاقتصاد الأردني وقدرة على الاستجابة المرنة والفعالة مع التحديات والمستجدات مؤشرات الاستقرار النقدي بلا شك تثبت بأن السياسة النقدية التي نلتزم باستقلاليتها للبنك المركزي الأردني بأنها أثبتت دائما نجاعتها في المحافظة على هذا الاستقرار النقدي وبشكل أساسي على سعر صرف الدينار وجاذبية الوداع الأردنية وأؤكد مرة أخرى في هذا الصدد كما أكدت قبل ذلك بأيام في مجلس العيان وفي مناسبات أخرى على التزام الحكومة الراسخ بعدم الاقتراب من استقلالية قرارات البنك المركزي التي تحافظ وحافظت بكفاءة على الاستقرار النقدي للأردن وعلى تأزيز منعة اقتصاده نحتفظ باحتياطات مناسبة وقياسية من العملات الأجنبية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة وبلغت ما يزيد عن 18 مليار دولار للعام الماضي وتغطي مستوردات المملكة لأكثر من ثمانية أشهر بينما كانت 17 مليار دولار لعام 2022 و14.4 مليار دولار لعام 2019 ونجحنا في كبح الضغوطات التضخمية أن نجمع عن التخلخل في سلاسل التزويد والإنتاج التي عقبت جائحة كورونا وتزامنت معها ثم التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية كبحناها وتمكننا من أن نحافظ عليها في حدود مستويات 2.1% في عام 2023 وبأقل مما كان المستهدف المستهدف كان 3.8% فيما كانت النسب التضخمية عندما انفلت التضخم دوليا من عقاله 4.2% في عام 2022 و0.8% في عام 2019 نسبة حوالات الجاليات والعملين الأردنيين في الخارج ارتفعت إلى 2.2 مليار دينار لغاية شهر 11 من عام 2023 محققة ارتفاعا بنسبة 1.4% لذات الفترة من عام 2022 وبالنسبة للقطاع البنوك فقد نمت المؤشرات الرئيسية لإجمال الودائع في عام 2022 لتصل إلى 44 مليار دينار بينما كانت 42 مليار عام 2022 و35 مليار عام 2019 وذات الأمر يشري على التسهيلات الائتمانية ومؤشراتها حيث وصلت التسهيلات الائتمانية إلى 33.4 مليار دينار في العام الماضي مسجلة ارتفاعا طفيفا عن عام 2022 الذي وصلت فيه إلى 32.6 مليار دينار في الوقت الذي كانت فيه في عام 2019 27 مليار فقط وهنا لابد أن أحيي جهود البنك المركزي الأردني ووزارة المالية والوزارات القطاعية المختلفة والقطاع الخاص ومختلف القطاعات على الإسهام في خروج الأردن من القائمة الرمادية للفاتف لأنها تسهل العمليات المصرفية الخارجية وتعزز سلامة البيئة الاستثمارية في المؤشرات القطاعية شهد الاقتصاد أيضا نموا تمثلت أهم مؤشراته في ارتفاع عدد الشركات الأردنية المسجلة بنسبة 3% في عام 2022 وحقق الدخل السياحي نمو بنسبة 27% في عام 2023 مقارنة بالعوام السابقة حيث بلغ 5.2 مليار دينار في هذا العام 2023 مقارنة مع 4.12 مليار دينار في عام 2022 و4.1 مليار في عام 2019 والتي تعتبر السنة الذهبية الأساسية للسياحة الأردنية في ضوء هذا الاستعراض من أرقام ومؤشرات كانت بمجملها إيجابية حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي في الربع الأخير من العام الماضي داهمتنا الأحداث في غزة والعدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر والوحش المستهدف لأهلنا في قطاع غزة وهذا كانت له انعكاسات على الأداء الاقتصادي العام كانت له انعكاسات تضخمية لأن بعض أوجه تطوراته الإقليمية التي أثرت على حركة الملاح البحرية في مضيق باب المندب الذي تمر منه 15% من التجارة الدولية وتمر منه إلى ميناء العقبة ما يزيد عن 50% من وارداتنا العامة ارتفعت كلف الشحن بنسب تصل إلى 200% من جنوب شرق آسيا من 60% إلى 100% من أوروبا ومن أمريكا الشمالية فضلا عن بعض الإعاقات والتأخيرات في حركة الشحن بسبب لجوء الكثير من الشركات إلى تغيير مساراتها من باب المندب والاتجاه إلى رأس الرجاء الصالح وأيضا ارتفاع كلف التأمين وهذا الأمر بطبيعة الحال هناك مشروعية طبيعية لأن يقوم المتعاطي بالعمر التجاري بأن يعكسه على أسعار السلع لا نتوقع ولا نطلب من القطاع الخاص ومن التاجر أن يخسر وبالتالي هناك بالقطع أثر تضخمي لهذه الأحداث للأدوان الإسرائيلي المستمر والغاشم على قطاع غزة نسعى إلى كبح هذه الضغوط التضخمية عبر بعض الإجراءات التي ندع أنتم لي سأستعرضها بعض قليل وطبعا تأثر القطاع السياحي تأثرا كبيرا رغم أنه حقق أداءا ودخلا أعلى حتى الربع الأخير أعلى بمجمله من ما تحقق في سنة 2019 التي تعتبر السنة الذهبية إلا أنه تأثرا كثيرا في الربع الأخير من العام الماضي لأنه حصلت الغاءات في الحجوزات بنسب لا تقل عن 65% ومع ذلك بلقت قيمة الدخل من القطاع السياحي 5.2 مليار دينار أردن نتوقع وتقديراتنا الأولية المتعلقة بالربع الرابع من العام الماضي بأنها قد تؤدي إلى انخفاض في معدل النمو السنوي بنسبة نقطة مئوية واحدة يعني 0.1% من 2.7 إلى ربما 2.6% بينما في عام 2024 وأخدم بالاعتبار استمرار لزوجة الأوضاع العامة فإننا وضعنا على الأقل هدف واقعي يتمثل في أن نحقق نسبة نمو لا تقل عن 2.6% ولكن تحقيق هذه النسبة بالتأكيد يرتبط كثيرا بسيناريوهات هذا الأدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر والممتد والآفاق المرتبطة باحتمالية احتواءه أو احتمالية اتساعه وما يتطلب ذلك من تكيف وضرورات للتكيف سريعة نحتاط لها واحتطنا لها في مشروع الموازنة العامة الموضوع الآن بين يدي مجلس العيان الموقر والذي سيناقش هذا العام والذي قام برفع نسبة النفقات الطارئة إلى 100 مليون دينار أردني وتضمن أيضا رقما قياسيا في الإنفاق الرأسمالي وصل إلى 1.7 مليار دينار أردني نأمل بأن تحقق حقيقة قفزة في النمو الاقتصادي من خلال إنفاقها على مشاريع رأسمالية منتجة في هذا اللقاء لست في صدد تفصيل موقفنا السياسي لأن النهار لا يحتاج إلى دليل موقف الأردن ملكا وولي عهد وملكة وحكومة وقيادة ومؤسسات وشعبا وقطاعات هو موقف من المخجل أن نرى أي تجليات متعلقة بمحاولة المزاودة عليه لا توجد دولة في العالم وفق ما تشعفني به الذاكرة قام بها رأس الدولة شخصيا باستقلال طائرة أسكرية فوق منطقة فيها عمليات حربية شرسة ليسهم شخصيا في جهد إنزال مساعدات إنسانية لأهلنا الصامدين والمرابطين في قطاع غزة شخصيا مع كل المخاطر الحالة والحقيقية المترتبة على مثل هذا الأمر لا توجد دولة أدامة جسر من التواصل والدعم الإنساني عبر المساعدات الإنسانية المسقطة بواسطة طيارات سلاح الجو الملكي الأردني منفردة في البداية وبعد ذلك بالاشتراك أيضا عبر طائرات سلاح الجو الملكي الأردني مع الكثير من الدول الشقيقة والصديقة وأمدت قطاع المستشفيات في غزة الأردنية وغيرها بشرايا الحياة ومساعدات إنسانية أكثر من المملكة الأردنية الهاشمية لا يوجد دولة امتزجت دماء أبناء كوادرها الطبية مع دماء أبنائنا في قطاع غزة كما حصل في الاعتداء الذي وقع على كوادرنا الطبية في مستشفان الميداني في تل الهوى وبعد ذلك في مستشفان الميداني الموجود في منطقة العريش لا توجد دولة تقوم مختلف أجهزتها بتوفير كل الظروف الملائمة والمناسبة والآمنة والمسؤولة لتعبر أسرنا وعوائلنا ومجتمعاتنا عن ما يجيش في خلدها ووجدانها وعواطفها بإزاء الإجرام وآلة التقتيل القائمة في قطاع غزة وتصعيد المستوطنين في الضفة الغربية والإجراءات الأحادية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والمخالفة للقيم والقواعد والعرافة الدولية والقيم الإنسانية لا توجد دولة تقوم بجهد سياسي ودبلوماسي كالذي يقوم به جلالة الملك ليوقف هذا العدوان الغاشم مباشرة والعمل على تأطير المساعدات الإنسانية من خلال مؤتمر دعاله جلالة الملك هنا في الأردن وأسهم إلى حد كبير في النزر اليسير من المساعدات الإنسانية التي باتت تدخل إبر معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح بالإضافة إلى الإنزالات الجوية إلى أهلنا في قطاع غزة نحن تشاطرنا مع أهلنا في قطاع غزة بمواد أساسية في قطاع غزة والضفة الغربية بمواد أساسية مثل القمح والحبوب والمستلزمات الطبية ومنذ اليوم الأول وبتوجيه من جلالة الملك ومستمرون في هذا الدعم وهذا الإسناد ولن نقف صامتين أنا أتحدث عن نفسي على الأقل لن أقف صامتا أمام توريات تتحدث عن عن حقيقة قصص من وحي الخيال تؤشر علينا وعلى مواقفنا من خلال نسج قصص لا أساس لها على وجه الواقع والصحة بأن هناك وصمة عار على جسر بري لا يوجد غير موجودة على أرض الواقع لا جسر بري ولا جسر بحري لأنني سبق أن قلت وأعيد مرة أخرى القول بأن ترتيبات النقل من الأردن وإلى الأردن وعبر الأردن لم يطرأ عليها أي تغيير في آخر 25 سنة هي ذات الترتيبات القائمة منذ أكثر من 25 سنة أعتقد بأن وصمة العار مرتدة على من يحاول على فئة قليلة تحاول أو توسم وأن تشكك في الموقف الأردني الرسمي والشعبي المتمازج والملتحم والمساند لأهلنا في فلسطين ليس منذ 7 أكتوبر منذ أن قامت القضية الفلسطينية ونشأت المشكلة الفلسطينية إلى يومنا الحالي وصمة العار على من يشكك في هذه المواقف الأردنية الصلبة التي يقودها جلالة الملك والتي أدى ودفع الأردن وما يزال يدفع ويسدد أثمان تاريخية لاستمساكه بهذه المواقف الأساسية التي سيستمر بالاستمساك بها إخواني نحن نعيش وإخواتي في منطقة يوجد بها عدوان إسرائيلي آثم ومستمر على أن في قطاع غزة وتصعيد للمستوطنين في الضفة الغربية وآفاق واحتمالات واردة لتوسع إقليمي لتداعيات هذا العدوان بفعل السلوكيات الإسرائيلية اللامسؤولة وغير المنضبطة واستمرار إسرائيل في الاستفادة من حصانة منوحة لها فيما يتعلق بانطباق قواعد القانون الدولي قواعد القانون الدولي الإنساني عليها بسبب حماية سياسية توفر لها أحيانا والأردن قريب من منطقة الحرب هذه ووجدانيا يوجد وحدة حال في التضامن والإسناد من قبل القيادة في الأردن والحكومة في الأردن والمؤسسات في الأردن والقطاعات في الأردن والشعب في الأردن لأهلنا في غزة وضفة الغربية المحتلة ولكن أمر انتظام سيرورة الحياة في المملكة الأردنية الهاشمية أمر مركزي وأساسي الأردن توجد بها تحديات متعلقة بالبطالة ومتلازمة الفقر المصاحبة للبطالة دخلنا إلى المئوية الثانية من عمر الدولة بخطة واثقة وبمشروع إصلاحي يجب أن نمضي به لتستمر منع الدولتنا وقوة دولتنا التي راهن الكثير عبر المئوية الأولى من عمر الدولة الأردنية على زوالها وزال من راهن على زوال الدولة الأردنية وبقية الدولة الأردنية وتعززت جذورها وارتفع بنيانها وشأوها وشأنها بفعل النظر الاسترشرافية الدائمة والملتزمة لقيادتها ممثلة بسيد صاحب جلالة الهاشمية الملك عبد الله يحفظه الله يعضده في ذلك الحماسة والكفاءة التي يتمتع بها صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد لا بد أن تنتظم سيرورة الحياة في الأردن الانسياق وراء شعبوية تتعلق بالاستجابة لدعوات متعلقة بإضرابات لا تخدم أهلنا في فلسطين قيد أنملة وتضر بالاقتصاد الوطني هي قمة عدم المسؤولية عدم المسؤولية الوطنية العامة لو كانت هذه الإضرابات التي هي بالعادة فعل سياسي يستهدف إلى أن يؤثر على سلوك وقرارات الدولة لو لم يوجد هذا التمازج أساسا وهذا الموقف المتقدم للدولة ما جدوى مثل هذه الإضرابات سوى الإضرار بالاقتصاد الوطني الأردني وكبح قدرتنا على إسناد أشقانا في فلسطين وتوفير الدعم الاقتصادي والدعم المالي والدعم الإنساني الذي يحتاجونه وقبل هذا وذاك الإسناد السياسي الذي لا يتأتى إلا من خلال وجود أردن قوي وثابت ومستقر ومنيع يحافظ على نعمتي الأمن والأمان والاستقرار بالنواجد لنتمكن من أن نحقق مؤشرات اقتصادية لا ننجر معها إلى أتون رفع وازدياد في أرقام ونسب البطالة ومتلازمة الفقر المصاحبة إليها نحن لدينا نعمة استقرار نعمة أمن نعمة أمان ولدينا منظومة من المبادئ التي لم نحد عنها قيد أنملة ويتعين علينا أن نحافظ على سيرورة الحياة الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية لأنها هي التي ستمكننا في المحصلة النهائية من أن تكون لدينا القدرة والمنع لنساند القضايا العربية الأخرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية الانطباع أمر أساسي في الاقتصاد والنمو والاستثمار الحياة في الأردن حياة سيرورتها منتظمة ومتسقة وطبيعية وأمينة وآمنة وهذه لن نفرط بها ولن نفرط بسيرورتها نتضامن ونقدم كل الدعم الممكن لأشقائنا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بوجه الأدوان الإسرائيلي السافر إلا أننا أيضا يجب أن نسير بوثيرة واثقة لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام والانتقال بالأردن إلى ما يصب إليه جلالة الملك وما يتمناه ما يستحقه منه شعبنا الأردني من تحسن في أوضائه المعيشية والاقتصادية ومن الوصول به إلى الأفاق التي يستحقها بفعل كفاءة البشرية وبفعل استمساكه المجتمر دائما بالثوابت والقيم الأساسية والمنع والكرامة والمحافظة على الأردن أولا أن نستطيع بعد ذلك أن نحافظ على المواقف والقضايا والحقوق العربية المشروعة على مختلف الصعود وفي المقدمة منها الموضوع الفلسطيني الحكومة التي تستوعب الأثار التضخمية المتوقعة قامت على صعيد سلاسل التوريد باستحداث أربع خطوط بحرية للتغذية في جبل علي وجدة ودمياط وبور سعيد لضمان وصول البضائع بانتظام إلى ميناء العقبة تعاملنا مع ارتفاع كلف الشحن من خلال وضع سقوف لأسعار الحاويات لغيات التخمين واحتساب الرسوم الجمركية بحيث أبقينا عليها على ما كانت عليه بتاريخ 16-23 وملتزمونا بالمحافظة على ذلك حتى نهاية شهر رمضان ثم نقوم بمراجعة هذا الأمر نثق دائما بقطاعاتنا التجارية والاقتصادية وبقطاعنا الخاص الذي كان دائما على قدر كبير من المسؤولية الوطنية التي يحيى عليها وارتضى دائما بأن تكون هوامش ربحه معقولة ونحييهم على ذلك دوما ومع ذلك خصصنا من جانبنا مبالغا من النفقات الطائرية لدعم أسعار بيع السلع في الأسواق التابعة للمؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية والتزمنا بتثبيت أسعارها حتى نهاية شهر رمضان المقبل وشددنا أدوات الرقابة على الأسواق خاصة قبيل شهر رمضان المبارك للرقابة على الأسعار والمحافظة على مستوياتها الطبيعية ولن نتردد في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الرادعة لأي فئة قليلة تسول لها نفسها أن تستغل هذه الأمور المضاربة على قوت المواطن كما ونوعا وسعرا لدينا مخزون أكثر من كافي من السلع الاستراتيجية وحرصنا بالتعاون والتنسيق والشراكة مع القطاع الخاص على المزيد من التحوط في مخزون السلع الاستراتيجية الأساسية ونستمر بالعمل على زيادة السعة التخزينية للاستلاع الاستراتيجية ونتابع المخاطر والتطورات اليومية في ظل حالة الشيولة المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي المجتمرة على أهلنا في قطاع غزة والأفاق المحتمرة لاحتوائه أو تطوره ووضعنا كما قلت الخطط البديلة للتعامل مع هذه السيناريوهات المتعددة كلنا ثقة بأننا سنتجاوز هذه المرحلة كما توجاوزناها سابقا ومن هنا وفي هذا التوقيت تحديدا تبرز أهمية لقائنا اليوم بين العامين لنتجاوز معا ونتحاور معا نتجاوز معا هذه المرحلة التي نستطيع أن نتجاوزها ونستطيع أن نحقق فيها حقيقة أداء إيجابيا ولنتحاور حول أولويات المرحلة القادمة لنبني على ما تم إنجازه عام 2023 وأحييكم وأشكركم على وقتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة